الان في عنا الصبر اللوح اللي احنا بنعرفه وفي عنا شيء اسمه الصبار اللي هو الصبر المرة اللي هو اللي عامل زي النخلة هيق وفيه جواء مادة هلامية الالوفيرا وطبعا طعمه مر وسيء الان مين افضل في عضلة القلب اللي هو الالوفيرا اللي هو الصبار اللي عامل زي النخيل هذا بنجيبه بنشيل الجشرة اللي فوق او بنشيله كله وبناخد المادة اللي جوه اللي هي مادة هلامية يعني وبنقطعها قطعة صغيرة وممكن او ممكن تضربها على الخلاط ممكن تضربها على الخلاط وتاخد لك بمقدار معلقة كبيرة صباحا ومساءا طبعا شكلها مخاطي او ممكن تخليها زي ما هي وتاخد لك قطعة على قدر يعني قطعها مكعبات وتبلحها بلع مثلا ما فيه مشكلة برضو مفيدة جدا وتناول اللوح الصبر برضو لو انا قطعته طبعا اللوح الصبر زاكي طعمه مقبول يعني عادي وممكن زي ما قلنا تعملوا مع بيت تعملوا مع بصل وطعموا زاكي جدا تمام في كلتا الحالتين ايش فوائد تناول سواء لوح الصبر او اللي هو الصبار اول اشي مقوي للجهاز الهضمي مقوي للمعدة والجهاز الهضمي بشكل عام مخفض للكولسترول مقوي للقلب مضاد للاصابة بالجلطات بفتح الشرايين زي ما اتفضلته حكيت مقوي لجهاز المناعة مخفض للكولسترول مضاد للنقرس مضاد للالتهابات المفاصل مقوي للعظام بساعد في عملية الاتزان ويعتبر كورتزون طبيعي طبيعي رباني تمام يعني تناوله والانتظام في تناوله مفيد جدا طب على البشرة اول اشي كتير كويس للحب حب الشباب بقطمة بالمية تبعته واروح ايش احطه على الحب مغزي لبصيلات الشعر مفيد جدا في الحروق تجيب لوح الصبر وتاخد قطعة منه وتحطه ايش على الحرج لوح الصبر ممتاز جدا للحروق واعتبر مضاد حيوي طبيعي مضاد حيوي طبيعي يعني اللي بيأكله ما بيمرضش ما بصيش مع فلوانزة ولا رشح سواء البكتيريا او الفيروسات طيب ايش كمان فوائده ممكن الناس اللي عندها مصمر عظم سواء اكلته او استخدمته موضعي فهو ممتاز جدا لالتهاب العظم مجيب لوح صبر كبير مثلا وباخد لقطعة وبشلوحه على الغاز وبشيل الجشرة اللي فوق وبروح ايش بحطه على الكعب وبربطه لمدة اربعين يوم متتاليات كمان الالوفيرا اللي هو الصبار مفيد لمن للناس اللي عندهم صدفية ممتاز جدا 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 وصفة وصفة بلاش بنجيب بمقدار فنجان من الصبار نقولنا الصبار المرة بناخد المادة الهرامية بنضروب على الخلاط بصير سائل مع فنجان من العسل طبيعي ونخلطهم التنين مع بعض ونحطهم على الصدفية يا سلام مفعول رهيب أو عن تجربة هذا نعم جربه يعني بصراحة بيدينا مفعول رهيب جدا لكل الأمراض الجلدية صدفية وغير صدفية كمان تناول الصبار داخليا انه انا اخده يعني ملين طبيعي ملين طبيعي فشوفوا سبحان الله يعني الصبار هذا نعمة من نعم الله وإحنا مش ماخدين بالنا منه سواء الصبار أو الصبر كمان مضاد للسرطان مضاد للسرطان ويعتبر مضاد للهرم المبكر أو الهرم مبكر يعني كيف يعني الناس اللي بيكبروا قبل أوانهم الصبار ممتاز جدا الصبر فزي ما بناكل الصبر بنجشره وبناكله كمان ممكن ايش ندخله في النظام الغذائي تابعنا وانت مارك جنب بيارة تروح تاخد لك لحن صبر وتحطهم في التلاجة وقت ما يجع بالك ودايما نجل الصغار للاكل الصغار لانه طعمه زاكي تمام وإحنا الكبار وإحنا صغار كنا نلعب بالفرجار فيه بنذكر كنا ايش نلعب بالفرجار لعبة يعني معروفة يعني لما كان فيه صبر ولما كانت فيه بيارة ولما كان ضال مستعان هذا بالنسبة لموضوع الصبر او الصبار فهو كل ما سمعت عنه فهو صحيح من فوائد عظيمة وهو الصبر او الصبر ترجمة نانسي قنقر